موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طال عامة معرحة البال يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طال عامة معرحة البال صباح الخير مشاهدينا أهلا بيكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 و14 من ربيع الأول 1441 النهاردة الفقرة الطبية مشاهدينا وهنتكلم عن أهم عضو في جسم الإنسان وهو الكبد الكبد هو مهم جدا في جسم الإنسان لأنه هو بيتخلص من السموم اللي داخل الجسم وكمان بأوقات بيموت كمان خلايا الميتة جوة الجسم فهو أي حاجة خاصة بالجسم هو المسؤول عنها فهو مهم جدا طيب إذا حصل خلل في الكبد إيه المشكلة؟ إيه اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل خلل في الجسم كله هنتكلم النهاردة عن جهاز الكبد وهنتكلم عن الالتهابات الكبد وهنتكلم كمان عن أنواع الفيروسات الكبد اللي ممكن تصيبنا ونخلي بنا منها جدا جدا لأنه اتضح أن 25 مليون مصري مصاب بفيروس C ده على مستوى العالم يعني إحنا الدولة الوحيدة اللي على مستوى العالم عندها فيروس C يا ترى إيه الأسباب؟ وهنتكلم كمان عن أحدث طرق لعلاج فيروس C معنا الدكتور محمد عامر عفيفي أستاذ الجهاز الهضمي بطب الأزهر مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حور والجمال والشام سهي طال عمام مع رحتي يا صباح السحة والخير والجمال والشام سهي طال عمام مع رحتي وارجعنا لكم مشاهدين ولسا مكملين معاكم صباح السحة والجمال ونتكلم عن النهاردة جهاز الكبد والتهابات الجهاز الكبد وكمان هنتكلم عن الفيروسات اللي بتصيب الكبد وإيه هي أنواع الفيروسات وأختارهم هنا في مصر الفيروس المنتشر في مصر كمان هنتكلم عن الأسباب وأحدث طرق لعلاج فيروس الكبد مع الدكتور محمد عمر عفيفي واستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر صباح الخير يا دكتور محمد صباح الخير أهلا بيك أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك شرفتنا الله يخذيك دكتور هو موضوع مهم جدا جهاز الكبد وكمان المشكلة أنه إحنا بنستهضر في عادتنا اليومية وسلوكياتنا في حاجات كتير في الآخر بنكتشف أن ده بيضر الكبد عايزين نعرف المشاهدين في البداية الكبد وظيفته إيه في الجسم وأهميته إيه في الجسم الكبد يعتبر من أهم أجزاء الجسم يمكن زمان العرب قبل ما يعرفوا الطب والحد كله بيقولك فلد ذاته كبدي آه بيقولك فلد ذاته كبدي فمن أهم الأعضاء هو بيحتل الجزء الأيمن العلوي من البطن آه تقريبا وزن الكبد بيختلف من شخص لشخص لكن هو بصفة عامة ككل حوالي 2% من وزن الجسم يعني الشخص اللي هو وزنه 60 كيلو حيبقى الكبد بتاقي حوالي كيلو أو كيلو ربع آه تابقى اللي هو وزنه 100 كيلو حيبقى حوالي 2 كيلو أوقاتي إيه لنا ومسترحي لك الكبد المتضخم مش عاوزين ناخد ناضيين لأن الكبد نسبة إلى من وزن الجسم آه الكبد آه من أهم الأعضاء دايما هو عضو وحيد يعني دايما هتلقى الرئة اتنين هتلقى العين اتنين الايدي اتنين الارجوري اتنين الكلة اتنين لكن الكبد هو واحد بس فقط لغير واحد بس مسيحته كبيرة في جوة الجسم أنا بقولك بمثل حوالي اتنين في المهم من وزن الجسم آه آه تقريبا يعني آه له ده آه نجد أن أي حاجة بتخش الجهاز الهضمي لازم تمر على الكبد آه يبقى أي أكل حكله هيهضمه الجسم ويبقى يمتص من الجسم ويخش الجسم لازم يعدي يبقى الكبد ده بسميه أول نقطة الجوازات آه بتاعت أي بلد والفلتر كمان يا دكتور محمد أنا أول ما أدخل أي بلد من المطار لازم يعدي على الجوازات عشان أختم الجواز دخول ويسمح لي بالدخول وأدخل بلد فدي بعتبر نقطة الجوازات اللازم أي حد لازم يمر عليها قبل ما يدخل الجسم أدوة شرب ميا أي حاجة لازم هتعدي على الكبد في الأول خاص مضبور طب وظيفة الكبد إيه آه الكبد لهم أجمعة وظائف مش وظيفة واحدة بس آه أولا بيقدر يخلق لنا بعض الحاجات زي الألبوم أو الزلال البشري الزلال ده له أهمية في الجسم عندنا إنه هو بيمتص الدم ما بيروح الدم عامل شبكة بالضبط لها شريان ويتفرع زي ما يدي كده وبعند يتجمع إلى وريد ويخش القلب ثاني وكذا آه طب عشان يطلع إلى الخلايا الجسمي ديها التغذية أو ياخد بنا للحاجات النواتج الهضم نواتج التمثيل الغذائي ويخرجها وكذا النتيجة ديا بيحصل بعض ترشحات مية في الخلايا ما بيردش كلها اللي بيرجحها تاني الصفاية اللي بيجيب المية ديا هي الألبوم أو الزلال والزاك دايما الألبوم ما بيستنعش غير في الكابت بس آه دي حاجة النقطة التانية هو مسؤول عن أنه ما حسنا بين جرح الدم بيقف لو صبت الجرح خاص من رحاجة خالص دي الدم بيقف بيحصل تجلط وبيقف هو مسؤول عن العوامل بعض العوامل اللي هي بتؤثر على تجلط الدم ده الدم مركز زالة سموم الجسم آه دي شيء مهم جدا يا دكتور دي مهم جدا جدا يعني هو ما بيجي يخش أما أي حاجة تدخل الكابت بصف عامة سواء كان أكل هو يبدأ يتعامل معاه أو أدوية أو أي حاجة هيضيف لها حاجة أو ياخد منها حاجة عشان تبقى صالحة أو قابلة لي أو تبقى مفيدة لي جسم الإنسان فده مركز سموم من أكبر مركز سموم هتبقى في العالم كله هتلاقي في الكابت اللي هو الجزء الصغير ده كلنا بنتخيله فدي من أهم وظائف الكابت دي بيحصل فيه اللي هو حاجة بيخلق بعض الحاجات زي الألبون زي عامل تجلط دي ما بتصنعشغل في الكابت بسي وزي كما بيجي دايما مريد الكابت دي يحصل فيه تليف أو يحصل فيه خلل في الوظيف يكون السسقة ينزف ينجرح يطول النزيف شوية ما بيقفلش الجرح بتاعه بسرعة سبحانه الكرام هي معادلة غريبة جدا يا أستاذ محمد وربنا عامل في جسم الإنسان توازن في كل حاجة طبعا طيب إيه هي الأمراض اللي أكثر شيوعا اللي بتصيب الكبد هو دايما الكبد بيصاب في حاجات حوالي 50-60% هتبقى فيه التعبات كبدية يبقى التعبات الكبدية سواء كانت فيروسات سواء كانت بكتيريا سواء فطريات سواء طفاليات كل دي بسموه التعب كبدي أي أن كانت سبب من هذا فيه حاجات تانية بتأثر على الكبد زي مثلا باخد أدوية يعني قلنا أنا باخد أدوية أولا زيك دايما نحن في مصر ما عنيش شي عادتنا نحن نروح السيدالية أصلا الولد سخن الولد بيكوح الولد مش عارف فيه يعني رجاء نحن ياريت ياريت العادة دي تتمنع عننا في مصر الحقيقة يعني لأنه نحن بناخد أدوية كتير مش عارفين أصرع على الكبد ويمكن بدأت الصحافة في الفترة الأخيرة تنوه لبعض الأدوية والمنشطات والحاجات دي كلها وبنعرف أصرها في بعض كده لأنه الكبد هو المسؤول عن كل هذا طبعا والتوعية شيء مهم جدا لمشاهدينا إن إحنا نعرف يعني إيه عادتنا كمان اليومية بيحصل فيها أخطاء كتيرة جدا يا دكتور محمد طيب إحنا عايزين نعرف بقى هنا ليه في مصر يعني 25 مليون مريض مصاب بفيروسي نعرف مشوهدينا الأول طيب يعني كانت النسبة آه بعد المبادرة الرئيسي السيسي آه دولة حالة 5 أو 6% من 100 مليون حوالي 5 مليون أو 6 مليون يعني طيب نعرف نعرف مشوهدينا لكن قبل كده كانت النسبة أو كانت المكتوب في الكتب المنشور إنها كانت نسبة 15% أو 14% يعني بدأت تقل مع العلاجات مع العلاجات والتوعية والحملة المبادرة الرئيسي نحن في عدود 5% لوقتي النسبة الموجودة عندنا في مصر طيب نعرف مشوهدينا الأول إيه هي أنواع الفيروسات اللي ممكن تسيب الكبد وأخطرهم إيه آه بيسيب الكبد بعض الفيروسات بتحب الكبد آه وفيه بفيروسات تاخدوا كده في الطريق آه اللي بتحب الكبد سموها على حسب اكتشاف ظهورها A اللي هو ألف وB وC وفيه D وفيه E فيه دي الحاجات اللي هي بتحب محبة للكبد هنجد إن الإيه والإيه دول بيصابوا عن طريق الأكل أو الشرط آه يبقى عن طريق الفم آه الـ C الـ B والـ C عن طريق الدم آه لازم فيه دم أو فيه جرح أو أو يعني فيه دم فيه يعني فيه فيروسات بتنتقل عن طريق الفم والدم آه فيه حاجات بتصيب الكبد بالصدفة كده زي سيتومجالوفيروس زي بشتنبر فيروس زي حمى الصفرة اللي بتجي في في الأطفال لا في المناطق الاستوائية آه بسموها اليلوفيفر غير احنا احنا التهابات الكابسة العمى أهم حاجة فيها في الآخر خلص الصفرة آه فحنا بقول ان الصفرة دي مش هي التهاب الكابتي هي عرض عرض عيني حاجة انا مشوفها بعيني لمرض قد يكون سببه التهاب كابدي أو غير التهاب الكابتي انعكاس آه بالظبط طيب دكتور ايوما أخطر بقى يعني وهل لي علاج هو ايوما اخطر هو سي والبي الايه والايه دايما الايب ما بييجي هو كان زمان او معروف انه كان بيجي في الاطفال ان كده دلوقتي احنا بدأنا انشاء نتيجة تحسن الجو البيئي والنظافة على حد كلها بدأنا نشوفه في مرحلة الكبار دايما اعراض بيجي الشخص المصاب بيجي عنده شرط همدان في بعض السخنية او بيجيله دي اعراض الايب بصفة عامة ككل ممكن نيجيله بعد كده نعمل اسهال كما انه كان نازل معوية بيجي تبدأ عنيد صفر ويبدأ البول لونه ويتغير دي ودي حاجة بصفة عامة كلها مشتركة في الدابات الكبارية عموما سواء كانت فيروس او ادوية او حاجات عيوب في التمثيل الغذائي او حاجات في المناعية كل دي امراض بتسيب الكبار نزبط طب دكتور فيروسي يعني احنا بنقول ان هو ممكن ينتقل عن طريق شخص من شخص لشخص يعني مثلا الاب لما يقص دفره بصفة ويسيبها الابن وابنه ياخدها يقص تاني مثلا الادوات اللي بتبقى في القوفير للسيدات الباديكير والمنيكير مثلا الاصل طب دفر مش مشكلة لكن هي مشكلة لو الدم لو اص بحيث نمست الاصطافة نفسها الدم دي المشكلة عندنا لازم يكون عن هذا الكلام ايام بقى كانت مساببات في مصر عندنا كتير وليه انتشر نسبته كتير في مصر لاني عندنا بعض العادات السيئة زي مثلا الوشب كان زي عماية الختنان اللي كان بتحصر الموالد والحد كلها الحلاقين وده كان في عهد من العهود القديمة شوية لو كنا مشوف في القرى عندنا الحلاق بموز واحد يحلق للقرية كلها برضو احنا ساهمنا كأطباء بعض العامل كنت شوف مثلا عماية اللي ستعمل في العيادات مش عارف المناظير التعقيم مش كويس عند الدكاترة الدكاترة للأسنان كل ده شارك بواسيره باخرى وان كان لدي الوعي اصبح حالة المرض عند وعي تام يعني يجي يقولك انت بتعقم منظر اقول له اه ولازم يمكن شوف مكان التعقيم كمان المشكلة يا دكتور محمد النماظم المرضى يعني انا خش عنده دكتور الأسنان مثلا اقول له التعقيم بتاعك ازاي اخد بالي ازاي يعني اكون فهمة ازاي ما ده دكتور مفروض يكون عنده ضمير في النقطة دي ان هو عارف نتيجة الاصابة اللي عندنا الكتيرة والميديا في الاعلام الحالي كلها الناس بعندها وعيدة خلاص يعني انت هتروح الدكتور أسنان تطمئن انه عنده الفرن في التعقيم وانه بيعقم وعنده ستة واثنين يعني مجموعة آلات واثنين وثلاثة دي بتغلص المريض على ما تعقم بيكون عند التانية جهزة وهكذا مزبوط بتروح مثلا الدكتور المنظير زي حالتنا يعني تتأكد تقولي يا دكتور انت بتعقم ما انا وزعلش المريض بيقولي انت بتعقم اقول له لا وباخده كمانا اوقات القطل التعييم ووري الماكنة التعييم والحاجات دي كلها يعني ما عندناش من يزعل من اقول له انت مش واثق فيها لا مش حاجات واثق فيها يبقى المريض يبقى يسأل ويشوف بنفسه لان الموضوع بقى فيه مشكلة في حاجات كتير طب هنيتكلم على التخزية شيء مهم جدا يا دكتور كمان خصوصا في فيروس سي هل فيه تخزية بتزود فيروس سي يعني اللي بقى انا دلوقتي يا اكلنا ما بقاش فيه نظام بناكل حاجاتي كوي كتير بس ناخد معانا الاستاذ رضا عشان بقاله كتير معانا صباح الخير اه فاحنا اسفين يا استاذ رضا يا ريت تتابعنا تاني التخزية يا دكتور محمد التخزية في مريض الكابت عمو فيروس اه احنا دايما ايه المرض بنقسمه الى مراحل المرض بنقسمه الى مراحل المراحل يعني ايه لو انت خيلت ايه انا ده خيلت برج من كوا من عشرين دور فمجرد ادخم الباب اصبحت ايه في داخل البر لكن هل انا في الدور الاول ولا في التاني ولا في العاشر ولا في الخمستاشر ولا العشرين دي اللي هي دراجات المرض المرض اما بيصيب الانسان تقريبا خمسة وثنانية في المئة بيبقى في التهاب مزمن يبقى نلقي جزء من الناس كتير جدا دخلوا في التهاب المزمن وعاشر خمشة في المئة بيخف خالص ما بيصيبش اي اصر اولا الكل دخل في نفق واحد لكن مش الكل بيكمل لنهاية النفق عشان بس برضو الناس بقوا عندها وعي من هذا الكلام يعني مجرد ان اخدت فيروس سي واصبحت في مجموعة الاتهاب المزمن دخلت فيه النفق بتاع الاتهاب الكابدي لكن مش لازم اوصل للنهاية مش لازم اوصل للنهاية برضو الكلام بوضحت انا بقى كده تاني ليه الجزء اللي دخل ده عاشر خمشة في المئة بيخفه تماما ننسيفش اي اصر خالص نائب بقى خالص كأننا لم يكن شيء الباقي بيخش فيه التهاب مزمن هي المشكلة في التهاب المزمن جزء من التهاب المزمن ده يعيش طول عمره في التهاب مزمن عند زم اوصل عرضي احنا كنا دخلنا النفق بس مش الكل بيوصل للاخر اللي هو الاخر المرض يبقى جزء كبير يبقى فيه التهاب المزمن وده انه قاعد في التهاب مزمن بطول حياته جزء من التهاب المزمن ده العشرة خمشة في المئة يتحول الى يتقدم شاف المرض فيه الى التهاب الى التلايف التلايف مشكلة التلايف برضو جزء يدنهم عاشر طول عمره في التلايف وتلايف متكافئ ويعيش الجزء من التلايف ده يخش لي فيه مضاعفات اللي هي بتتغير من حسب مضاعفات كبدي يهم يحصل فشل كبدي او يحصل اورام كبدي او يحصل نزيف نتيجة الدوال المريء او او الآخر احنا زي ما قلنا احنا اخدنا اصابة فيروس تي انا بس دايما الناس الحيط دي برضو اكدها تاني دايما الناس بقى جاية من رعوبة عنده فوبيا يعني قال اي واحد مثلا راح عمل اسطرة في القلب دي كانت زمان شوية اما كانت شيء بتيعاد استعمالها وجات لب بعدها فيروس تي وجاي مرعوب من فيروس تي ما هي المشكلة يا دكتور فعلا بنترهب يعني فعلا لقيه لان احنا كنا لسه مش عارفين لان المرض ده وهل فيه ليه غلاج حضرتك بتبصي للنهاية لتدور العشرين اه هو مراحل اتضح انه هو مراحل دي مراحل وزا ما قد هو مجرد اخد الالتهاب اصبح في برج الالتهاب الكابي طيب دكتور محمد النسبة اللي بتصيب اكتر الفيروسي المريض المرأة ولا الرجل يعني بنسبة اكتر فيها مين الست ولا الرجل ومين اللي بسرعة شفاءه اكتر بسرعة بتبقى لا ما في السرعة في دي هو بياخد وضعه كعادي السيكوري بتاعته عادية خالص نائي سوى الرجل او امرأة السنة ما رجح لي فيها الجنس ما رجح لي فيها في الكلام النسب تقريبا في الرجال اكتر شوية الرجال اكتر شوية طيب انا معي صديقة الفيسبوك عشان هي عندها فيروسي واصلتني ان انا اقول لحضرتك ان هي نسي تاخد حباية من الجرعة اللي هو الفيروسي بتاخد جرعة كده من الفيروسي فهي تعمل ايه هل هيحصل ضرر ولا تعمل ايه في جرعة معينة دايما العين اللي هو بياخد العاج للمدة 3 شهور حتى لو نسي يوم ياخد تاني يوم من الجرعة وينتهج ويكمل العاجه عادي خالص تاخد الجرعة اللي نسيتها اه اه مفيش مشكلة خالص نهائي مفيش مشكلة خالص نهائي ما بنرحلش من اليوم واحد يسأل أذر الكلام طبعا لكن هي دايما بتعود عيانه ياخد العاج افترض ان هو بياخد الصباح نسي الصفح ياخد الضهر مفيش مشكلة خالص نهائي طيب طبعا بشكرك جدا يا دكتور محمد وللأسف الوقت انتهى على معلوماتك القيمة والجميلة بس احنا عايزين بقى لعنهم فيروسي يتغذوا ايه بالضبط يا دكتور خصوصا احنا بنحب نحمر ونعمل لا انا هولي حضر اصلا فيه عندنا نايمان عادات عندنا نايمان يقولك لا ما تاكلش الحوم ما تاكلش مش عارف حاجات فيها حديد ما تاكلش البندنجان ما تاكلش السبانخ ما تاكلش مش عارف ايه 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 ويمتلع عن الحوم لا انا عايز اهسم بعجالة امو انه الوقت قرر بي انتهي المرض زي ما قلنا بنقسمه الى مراحل مراحل مرحلة التعب المزن مرحلة التلايف المتكافئ ما فيش مشكلة خالص نهائي لعين يأكل طبيعي خالص وانا محتاجه انه يتغذى ويأكل كل حاجة ماشي طبيعي الغذاء الصحي الغذاء الصحي بتاعنا طيب ايه المرحلة اللي بمنع فيها اليد اللي هي مرحلة وجود المضاعفات هي دي المرحلة اللي بمنع فيها وقد يكون المنع ياما دائم ياما مؤقت يعني ايه دائم ومؤقت يعني واحد بدأ يجيله استسأة او طورن في رجلين فده يقول له حاسب من الملح طبعا بس في الاول وفي الاخر يا دكتور لازم يروح عند دكتور ويشوف ايه وصل لالهم مرحلة طبعا بصحح بعد المفاهيم المفاهيم من الاكل قصدام العين يجي يقول لك انا ما باكلش لحوم هم قلنوا لك باكلش لحوم لا ده المحتاجه ان يأكل لحوم ويأكل بروتونات وكل حال بس طبعا تحت اشرف قبل في كل حال ولكن المرحلة اللي بمنع فيها قد يكون منع مؤقت قد يكون منع دائم اللي هي مرحلة المضاعفات مضبوط المضاعفات يعني مريض جالوا استسأة جالوا مية في الحال دي يقول له حاسب من الملح لان كل جرام ملح جرام ملح يعني ايه لو طبعا في ملح كده مضرة جدا يا دكتور محمد ومشكرك للأسف والوقت انتهى طبعا وواحد عايز يتكلم حاجات كتيرة جدا جدا لان جهاز الكبد من اهم الاجهزة اللي موجودة في الجسم ولازم فعلا نحافظ عليها وعلى اكلنا ولازم نشرب مية كتير ومية تكون مضيفة جمال للمشكلة العادات اليومية بتاعتنا هي اللي بتأثر علينا وعلى جسمنا كلنا طبعا بشكر الاستاذ محمد عامر عفيفي استاذ الجهاز الهضمي وقع الكبد بطب الازهر بشكرك جيدنا دكتور محمد مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكو اشوفكو في موضوعات جديدة حلقات مختلفة وصواحة صحة والجمال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما مع رح تلبال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحت البال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة معرحت البال يا صباح